قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم إلى أخبار الاختصار مع وفيا خبابة أهلا بك معنا وفيا مرحبا بك لاميس أكيد لديك الجديد فيما يخص الجريدة الرسمية نعم حيث تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما وزاريا يعادل بعض بنودي دفتري الشروط المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة وعن هذه التعديلات يقول أحمد رشدي في هذا التقرير جدل كبير صاحب صدور القرار الوزاري الذي يحدد بنودي دفتر الشروط المتعلق بممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة ليتم إصدار قرار جديد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية يعدل بعضا من مواد القرار السابق وجاء التعديل في مادتين تنصان على ما يلي المادة الثانية السيارات الجديدة التي كانت عملية استرادها محل توطين بنكي قبل الخامس عشر أبريل 2015 غير معنية بأحكام المادة الثالثة والعشرين من دفتر الشروط المنصص عليه في المادة الثالثة أدنى المادة الثالثة تلغى النقاط التي تخص المراقبة الإلكترونية للاستقرار OSP و OSC والكيسين الهوائيين الجانبيين المذكورة على مستوى المادة الثالثة والعشرين من دفتر الشروط الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء السيارة والمقتورات الجديدة الملحق بالقرار المؤرخ في الثاني جماد الثاني عام 1436 الموافق للثالث والعشرين مارس 2015 التعدير من شأنه تسهيل عمل الوكلاء بعض الشيء في ظل حذفه لبعض الشروط التي وردت في القرار السابق تطبيق ودفتر تطبيق ودفتر الشروط المنظم لكيفية ممارسة نشاط وكلاء السيارة الجديدة أدى مؤخرا لتجميد الآلاف من السيارة في الموانئ وأعاد حوالي عشرة آلاف سيارة لبلد المنشأ لعدم التطابق مع المواصفات فهل سيحل التعديل الجديد مشاكل بدأت تلوح في الأفق؟ لتصلك آخر مستجداتنا اشترك معنا عبر صفحتنا الرسلية ترجمة نانسي قنقر